لكن خلينا اقول لك كمان ان كان موجود سيد عبدالحفيز مدير الكرة في النادي الاهلي وموسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وسامي امصان وعايز اقول لك مفاجأة ان موسيماني ابدأ اعجابه بكل من ناصر منسي وعبدالرحمن مجدي ناصر منسي المهاجم وعبدالرحمن مجدي الاتنين ابدأ اعجابه بيهم طبيعي طبعا اولا كان رايح يتابع بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين في المنتخب الاليمبي من النادي الاهلي سواء كان ناصر ماهر او احمد ياسر رايان او اللاعبين اللي هو ممكن ياخد قرار بيهم خلال الفترة اللي جاية لكن الى جانب الكريم العلاقي بالمناسبة برضو ابدأ اعجابه لسجل الجول او الهدف الاول طيب خلينا روح برضو لبقية الاخبار اخبار النادي الاهلي يمكن جونيور اجهي ايه اصيب خلال المران النهاردة ويعني هيتم طبعا فحصه تاني واشاعة تاني بكرا ان شاء الله فخلينا نشوف وان شاء الله ما يكونش عنده حاجة او ما يكونش فيه اصيب ما يكونش فيها تفاقم كبير كمان من ضمن اللاعبة اللي ابدأ مسماني اعجابهم بهم كريم فؤاد وكريم فؤاد انتوا عارفين ان عليه لغط كبير وان اللي الاهلي كان طلبه وطبعا كان معارل امبي هو لاعب نجوم المستابل فخلينا نشوف ايه اللي هيتم في صفقة كريم فؤاد خلال الفترة اللي جاية